موسيقى مشاهدين الأعزاء أهلا بكم حلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن المال الفلوس المصاري بلغة إخواتنا في الدول العربية المال يمكن سبب مشاكل كتير قوي في حياتنا والمال بيعمل أزمات كبيرة قوي قوي بين الناس وأنا بدور النهاردة عن قصص تحكي لنا عن المال لقيت قصص كتير قوي من أصعب القصص راجل غني جدا عنده ثلاث ولاد رتب لهم حياتهم بطريقة جميلة وفتح لكل واحد من ولاده مشروع كبير قوي هو بيديره فضمن لهم مستقبلهم بشكل رائع جدا مادية بس صدمة عمر هذا الرجل بعد كل السنين دي وبعد كل العمله ده اكتشف في يوم الأيام أن أولاده بيخططوا هم التلاتة علشان يحصلوا على باقي فلوس أبوهم وهو عايش يعني بمعنى أصح عايزين ياخدوا كل فلوسه وهو عايش وممكن هو يعيش بلا أموال بعد كل العمله مع أولاده اتصدم في أولاده قصة تانية غريبة جدا حصلت في التسعينات لممثلة مصرية مشهورة جدا لما قتلها واحد من المساعدين بتوعها هي طبعا فتحت له الباب لأنه هي اتعرفه كويس قوي بس بعد ما قاعدت معاه وتكلمه فجئها بأنه طلع سكين وقاعد يضرب فيها 35 طعنة لأنه كان محتاج فلوس بعدين بعد ما قتلها وبدأ يدور في البيت لأ معها 250 جنيه فقط اتمسك هذا الشخص واتحاكم عليه بالإعدام ومات بسبب 250 جنيه المال بيضيع حياة ناس المال بيبوز علاقات كتير بس السؤال الكتاب المؤدس تتكلم عن المال إزاي إيه رأي ربنا في موضوع المال تعالوا نشوف مع بعض مع ضيوف حلقتنا النهار احنا في حلقتنا النهاردة بنتكلم عن المال المال اه سؤالي لحضرتك في الأول ليه ممكن المال يوصل واحد أنه يسرق أو يقتل أو يعمل حاجات صعبة جدا لدرجة أنه بنحس أحنا أنه مع ميعا اللي بيعمله بسبب المال يعني في حاجات اسمها الأشياء التي تسيطر على القلب البشري والحقيقة الكتاب المؤدس تتكلم عن حاجات زي كده ولما حاجة تسيطر وبما أنا عايزها ودور عليها هدور بإيدي واسناني مش مقدر العواقب جدي وعلى قدر حجم سيطرتها على قدر حجم أننا ركنت العواقب جانبا مهما كانت هذه العواقب سيئة المال واحد من الحاجات دي الكتاب تتكلم مثلا عن الشهوات والغريزة لما تسيطر على واحد الكتاب جال ممكن تسيطر عليه ويمشي في طريق تحقيق الغريزة زي الثور يقادوا إلى الزبع تخيل في سفر الأمثال صحيح برضو جال محبة المال وهنا بقى مش المال ودي اللي عايزها جاف عندها كتير مش المال في حد زيته لكن إذا تعلق القلب من المال وأصبح معبود الشخص مسيطر عليه على الشخص في هذه الهالة محبة المال الكتاب جال عنها أنت بتقول إزاي يعمل حاجات غريبة شوية أصل لإيه كل الشرور مش لشر لكن أصل لكل الشرور واحد من خدام زمان جال حاجة جميلة قوي جال المال هو اللي بيكشف الإنسان يعني كانوا بيقولوا الأخ ده حلو قوي ومضحي وتاعب ومش عارفه فبس كده جالوا استنى لما يشتغل وتجري في إيدي الفلوس هيتكشف لما تجري في إيدي الفلوس وياما ناس يمشوا زي الفل لكن تبصت لاجي أول ما حصلت مشاكل مالية معهم الواحد يقسر أهله ويقسر ناسه ويقسر بيته وكلام سكي طب ده اللي حصل معاه أنه هو لما ما كانش معاه في الأول محبة المال موجودة بس ما كانش معاه حاجة يلتصق بيها يعني هل المحبة دي موجودة ولا بتتولد بزيادة الفلوس الاتنين بتبقى موجودة لأن كل واحد فينا مالة إلى طريقه وبالتالي كل واحد فينا عنده رغبات مسيطرة على قلب اللي مسيطر على قلب والمال فيه عيال بشوف الكلام ده الطفل من صغره يحوش مليم بمليم والهدايا اللي ياخدها ما يمسكش أهله ما يمنيشينه لما تيجي تقول له روح اصرف كذا على نفسك ما يرضاهش بابا يديني أنت إلى الحصالة لازم تكبر فيه عيال كن فأفاكر في مرة في طفل حاولوا فيه يروح يدفع عطم من فلوسه أبدا الحاجة التانية بقى الأموال تعطش للأموال يعني دي حاجة معروفة مثلا واحد يبعطشان يكون مليون جنيه صحي مجاش في زهنه أكتر من مليون بعد ما يكون المليون ما بيعطشش لتنين مليون لكن بيعطش لعشرة إيه دا حصل؟ لأن كل من يشرب من هذا الماء يعتش أيضا دا مبدأ ينطبق على المال وينطبق على المال طب عشان كده اللي بيلعبوا على الفلوس والحاجات دي بتلاقي ممكن يقدر 24 ساعة شغال في القصة دي لأنه طول الوقت عايز يزود عايز يزود ومش هيشبع من يحب الغنى لا يشبع من الثرو طب هل دا مرتبط بالبيئة؟ يعني الطفل اللي حضرتك بتتكلم عنه دا هل شاف والديه كده ولا القصة مالهاش دعوا بالبيئة؟ مش بالضرورة مش بالضرورة ما هو دي فكرة مالة كل واحد إلى طريقه يعني إحنا كلنا مولودين كل واحد عنده عوض شكل ففيه واحد عوض الشهرة وفيه واحد عوض الشهواء فيه واحد عوض الممتلكات فيه واحد عوض المال يعني دي فيه فراغ في النفس البشرية الفراغ دا جزء منه هو مولود بيه وبعدين البيئة بتغزيه أو بتجلله شوي كنا محتاجين نعرف إيه أهم المبادئ اللي بيعلمها لنا الكتاب المؤدس بخصوص موضوع المال دا يعني عدد كبير جدا أنا مش ماضاش أفتكر دلوقتي كام مرة ذكر فيها كلام عن المال أو الأمور المادية لكن كتير أو المبادئ أبدأ بأشهر مبدئين مبدأ جي في متى ستة ومبدأ جي في تمثاوس الأولى ستة المبدأ اللي جي في متى ستة الرب قاله لا تقدرون أن تخدموا الله والمال المبدأ الثاني اللي جي في تمثاوس الأولى ستة لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قومهم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة لكن طبعا فيه مبادئ تانية في الكتاب بتتكلم عن المال أقول لك بعضها كده في شكل ثنائيات يعني حتى تساعد المشاهد أنه يفتكر المبادئ دي الكتاب يشجعن على الاكتفاء ويحذرن من الاكتناز شجعن على الاكتفاء اللي تكن سيراتكم خالية من محبة المال وكونوا مكتفين بما عندكم لكن طبعا ده مش معناها الكسل الاكتفاء مش معناها عدم الطموح لكن كمان يحذرن من الاكتناز اللي تكنزوا لكم كنوز على الأرض حيث يفسد السوس والصدق وحيث ينقب الصارقون ويسرقون أقولك ثنائية كمان الكتاب حذرنا من أنه نخلي المال غرض نسعى إليه أو سند نتكل عليه غرض نسعى إليه يعني يكون هو الهدف يعني واحد يكون حاطط قدامه هدف في الحياة أنه يكون عيش بس لأجل المال ده خطر أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء كتاب يقول يسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك لا تتعب لكي تصير غنيا كف عن فطنطك فالغنى مش غرض نسعى إليه في حد ذاته ولا سند نتكل عليه يعني في البعض يقول لك أشكر ربنا الحمد لله أنا عندي رصيد أنا مسنود عندي رصيد في البنك وهل ده سند يستحق أن نتكل عليه من يتكل على غناء يسقط أوصي الأغنياء في الظهر الحالي الحاضر أن لا يستكبره ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى وما ليعملوا إيه يلقوا رجاءهم على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع أقول لك ثنية ثالثة آه يريد عشان الموضوع ده تغطى يلطة مهمة جدا المال ده ممكن يكون باركة الخيرنا أو تركة الغرنا باركة الخيرنا في الحياة لو استخدمنا صح وتركة الغرنا بعد الممات إذا ما استخدمناه إذا اكتنزنا يعني يعني إيه باركة الخيرنا يعني إذا كنا أسخياء في العطر زي ما الكتاب بيقول من يزرع بالباركات فبالباركات يحصد تبقى الحياة مليانة باركة إذا استخدمنا استخدام صحيح لباركة الآخرين لكن أفرض بقى طبعا أغلب المؤمنين هم اللي يقع في النقطة التانية أنه عندهم ميل للإكتناز ده حيعملوا بإيه ده حيتساب لغيرهم يذخرون ذخائر ولا يدرون من يضمها إننا لم ندخل العالم بشيء وواضح كلمة واضح دي يعني إنتوا شايفين بعينيكم إنتوا محضرتوش جنازات يعني عمرك شفت عربية موتة وراها مقطورة واضح إننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء بس الزاوية اللي حضرتك بتكلم منها دي تحسسني كده إن الكتاب المؤدس ضد المال والمعاملات التجارية هل الكلام ده صح؟ لا ضد المال إزاي ده الرب هو اللي بيبعث المال المال ده مش أحد العطايا هو برضو ربنا بيقول ما تكونش غني ما تجريش ورا المال فأحس كده إنه لا الموضوع ده كأنه عدو خايف منه طول الوقت مش عايزة استخدمه يعني الحتة دي ممكن تؤدينا للزاوية العكسية بقى ولا الرب ضد الغنى لكن بيحذرنا من محبة المال والرغبة في الغنى يبقى مش بيحذرني من المال لا مش من المال من المحبته المال من الأدوات أو التعلق به أو كويس أدوات بنستخدمها هي أحد العطايا لكن الرب مش ضد الغنى ولا ضد المكاسب ولا ضد التجارة ولا ضد التجارة إنه يكون شغال وتاجر وما فيش كبه آه طبعا لأنه ممكن مكاسب كبيرة أرباح كبيرة تيجي بطرق ملتوية الكتاب يقول تحذير رهيب قوي في أرمية 17 حجلة تحضن ما لم تبد محصل الغنى بغير حق يتركه في نصف أيامه وفي آخراته يكون أحمق صحيح؟ يعني في البداية يبان شاطر شوف الشطارة شوف عمل إيه وكسب قد إيه لكن عمره بيتصف في نصف يموت في عز شبابه فيبان في الآخر إيه أحمق إيه الغذاء ده عملت كل ده لإيه؟ فربنا مش ضد الغنى لكن ضد أن يكون الغنى هو الهدف اللي يستحوذ على الحياة يعني نمتلك المال مش مشكلة لكن المال لا يمتلكنا لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها ألستم أنتم بالحري أفضل منها طب هل فكرة الاستعباد اللي حضرتك قلت عنها اللي موجودة في الكتاب اللي يكون عبدي للمال هل الفكرة دي موجودة في علم النفس بيعترف بيها ولا ده لفظ كتابي فقط لا طبعا ده موجودة في العلم موجودة باللفز كده استعباد للمال أو مستعبد للمال يعني بص فيه إدمان أنواع كتير للإدمان انت عارف مثلا حاليا فيه إدمان النت أيها طبعا يعني فيه حيات اسمها الجيم ديس أوردر إدمان لعب النت في الأطفال اسمه كده ففيه أنواع كتير من الإدمان إدمان المواد الكيموية ده عبارة عن سيطرة على كيمياء المخ لكن فيه حاجة اسمها إدمان نتيجة سيطرة على رغبات القلب توضيح تاني معلش دي يعني إدمان شيء مسيطر كويس تمام ليه بيدمن المادة دي لأنه أدمن لأنه ابتدى يسيطر على الكيمياء بتاع المخ من قد أخذانه للحاجات الكيمياء المخ مفروض يطلع حاجة مهمة لجسمه المادة دي بتدهاله فبطل المخ يطلع لما توجه في المادة دي بيعتمد على المادة دي بيصرخ الحمني بالمادة دي عشان تطلع على الحاجة اللي كان يطلع على المخ كويس وهكذا فإذن هناك سيطرة على كيمياء المخ لا في حاجة اسمها سيطرة على رغبات القلب واحد عنده رغبة ملحة للحصول على مسيطرة في حاجة اسمها العبودية للمتعة بالطرق الغير شرعية مثلا يعني حتى لو في منها شرعية أبقى مستعبد للغير شرعية منها مصبوك يعني مثلا واحد غني وبيسرق مش محتاج هل دي موجودة في التاريخ في ملوك كانوا مرضى بموضوع السرق واحد ربنا رتب الإشباع الغريزي بالوسائل الطبيعية بسه هو مش بيدور عليه بالوسائل الطبيعية لا هو بيدور على الناس اللي عندهم الهوموسيكس والو اللي عندهم شزوز وكلام زي كتا ده إدمان المتعة للطرق الغير شرعية في إدمان المال بنفس الطريقة بنفس الطريقة وبساطة فيه المبدأ بتاع الكتاب من يعمل الخطيئة عبد دير الخطيئة من يستمر في عمل الخطيئة من يسير في هذا الطريق يسيطر هذا الطريق عليه من يعمل خطيئة هو عبد الخطيئة ما سيطرتش على كيميا المخ لكن سيطرت على رغبات القلب طيب هل حضرتك في خلال حياتك وخدمتك قابلت ناس من النوع ده شفت قد إيه المال مسيطر عليه مش بنتكلم كمان عن صغيرين لكن ناس كبار وناس يمكن ليهم باع طويل جدا في الحياة الروحية ممكن أو في الخدمة وعنده أزمة في الحتة دي شفت ناس كانوا في منتهى البخل وحب العطاء عندهم كان رائع بعد كده العطاء بتدبير تحول آه طبعا الفلوس ما بيجيتش غالية بهذا الشكل مش هي اللي موفرة لهم الأمان المفاهيم بتاعهم بيفكروا بطريقة مختلفة لأن الحقيقة المال كمان يوهم يعني يوهم يعني مثلا الكتاب لما قال أوص الأغنياء دول الأغنياء يعني عندهم فلوس إنهم في حاجات المال بيحسسهم بيها ياخدوا بلهم منها ألا يستكبروا فالمال يحسس أنه عظيم ولا يتكلوا على غير يقينية الغنى يحس أن فيه حين وأمان هذا عندي أمان فمن ناحية اللي عنده جرش يسوي جرش صح؟ من ناحية تانية أنا نحس بالأمان عيد عندي فلوس تتعالج أتعالج عايز أسافر عايز أسافر عايز فيلا أروح أجيب فيلا أنا ما فيش حاجة نقصان فهناك إحساس وهمي يشعر به الشخص اللي عنده فلوس كتير بس في الآخر لما يكتشف أن ماشي 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 بس في الآخر إحساس وهمي ده اللي اكتشفه سليمان في الآخر طب حضرتك أشرت للآية اللي المسيح قالها فكرة أنه ما ينفعش الإنسان يخدم سيدين إما الله أو المال يعني مش عارف حس الموضوع ربنا حط ربنا يعني المسيح يتكلم عن الله في حتة والمال في الناحية التانية فهل الدرجاتي المال خطر؟ طبعا خطر يعني هو قال عنه سيد زي ما قال عن الله أنه سيد هل الدرجاتي؟ شوف المال ممكن يكون خادم جيد وممكن يكون سيد قاسي إذا امتلك قلب المؤمن أو الإنسان عموما طبعا المؤمن بيحذر من الأمر ده زي ما بوليس قال لتموثاوس يا إنسان الله اهرب من هذا اهرب من هذا يعني هو معرض أن يعفف فخ زي كده أنه يحب المال فاللي بيحب المال هيضطر يعمل أي حاجة عشان يحصل على مزيد من المال والإنسان مش بيشبع زي ما الجامعة قال من يحب الفضة لا يشبع من الفضة فممكن يوعف أخطاء متكررة بقى اللي بيحركوا اللي بيحركوا هو المال اللي بيسيطر عليه هو المال هنا بقى المال سيد أو إله فإما أنه يمشي وراءه ويمشي مع الرب لأنه طاعة الرب ممكن تكلف ممكن تكلف تضحية بالمال ليه المال سيد قاسي يعني دايما يبقى وراء حاجات كتيرة وكوارث كبيرة أوش معنى المال بالذات يعني أنا قلت الحضرتك حاشتين وإحنا بنتكلم الحاجة الأولى أن محبة المال وليس المال أصلا لكل الشرور تمام يخلي الواحد ما يحسبش العواقب يحصل اللي يحصل يا عم ممكن تتمسك وإنت بتسريك هو مش شايف دي طب وإنت بتكسب اللعبة دي اللي أنت بتلعبها دي غير شرعية أنا هجدم رشعوي وفي الآخر أنا هأخذ ممكن يحصل شواخد بالي من الكلام ده كل فشوف السيطرة بتاعته بتعمل إيه بالإضافة لكده الأحاسيس الوهمية اللي أنا أشرت إليها من شوية الإحساس بالنشوة الإحساس بالعظمة يعني يمكن حضرتك فاكر أني في ناس كتير بس المال هو بالنسبة لهم كل حاجة لا يتميزوا إلا بالفلوس لكن بعد كده بصلنا لجناهم اترشحوا في مجلس الشعب هم اللي بتوع سياسة ولا يفهم في سياسة ولا كلام زي كده إيه اللي حصل المال اللي حصل المال خلهم لا الواحد كمان عايز يبقى مشهور مدام في مال هيبقى مشهور أصلاقي واحد فيهم راح متجاوز مغنية هيخالطوا عشان إيه فلوس عشان فلوس بعدين من غيرته عليها يمكن في عندنا قصص معروفة زي كده يكتلها أو يصلت حد يكتلها في قصص معروفة يعني عندنا كلام زي كده إيه اللي حصل إيه كل ده بدأ من إيه بدأ من المال فشوف سيطرة المال فوضيع وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة طيب حضرتك كده في ختم وقتنا ممكن تقول لنا النصايح الكتابية إنه إزاي أتعامل مع المال وفي نفس الوقت ما أخدش برضو السكة العكسية خالص يعني إنه أتعامل معه صح وأعرف أستخدمه صح بالضبط ده التوازن المطلوب اللي بنتعلمه من الكتاب يعني فيه ميل طبيعي عند الإنسان للتطرف لما نقول اكتفاء الكتاب ما يقصدش تقشف لكن يقصد عدم الطمع لما الكتاب يتكلمنا عن الإجتهاد وده مطلوب مطلوب إن إحنا نكتهاد في عملنا ونعمل الوجبات اللي علينا ولو فيه مجهود زيادة حيزود الدخلي خليني أخد ترقية أو الدخلي زيد ربنا مش ضد كده لكن ما بقاش إدمان على حساب ما هو أكثر أهمية وأكتر أولوية في الحياة ما بقاش على حساب تربية الأولاد أو على حساب العلاقة الزوجية ده التوازن المطلوب نستخدمه بحكمة بس ده مش معناه إن الواحد يفرط في الإمساك ولا يكون فيه إصراف ببزخ كمان الكتاب يدينا مبادئ تساعدنا إنه من ما نجريش وراء المال بدافع الغيرة من الآخرين يعني بص فلان جاب إيه بص فلان عملت إيه في الشقة بص فلان جدد العربية إزاي الغيرة وروح المنافسة بتدخل بيوت كتير بتخش بأفسكك الاقتراض والاستدانة فمن غيرش من حد ما نبصش لحد الرب لي خطة خاصة في حياة كل واحد حاجة كمان اللي عيش فيه مخافة الرب تخلينا ناثق في الرب إنه عنده وقت بيه ممكن يعوض ويسدد كل احتياج ويجود وهو كافي لنا من كل وجه أمثال كتير في الكتاب بنشوف فيها الرب بيكافئ المؤمنين الأطقياء وحتى أولادهم بيختبر جود مادة من الرب مكافأة لتقوى أباهم طب علاج حاجة زي كده لو واحد بيسمعنا دلوقتي وحس إن عنده أزمة كبيرة في موضوع المال وكلام حضرتك فتح هني على فكرة إن محبة المال واغداف سكة صعبة إيه العلاك؟ القلب إحنا جلنا دي عبارة عن سيطرة على إيه؟ يعني لما واحد بيود من مادة كيموية إحنا بنحاول نزبط له كيميا المخ ومنساعده بأدوية ومنعمل انسحاب تدريج وهكذا كيف يعالج القلب هي دي بقى الروعة ليه؟ ليه بقول الحتة دي رائعة لأن دي الدوائر اللي فشل فيها العلم يعني الطب فشل في علاج الهوم فشل في علاج؟ الهوم الهوم سيكسولي الطب فشل في علاج ما يسمي فسرحوا يسمينه مرضه علشان يلتمس العزر للشخص هو مش مرض هو انحراف هو انحراف سلوكي بس فيه نوع من العبودية مش كده؟ السبب إيه؟ لأن بتوع الطب حتى الطب ما لهمش دعا بالقلب هما يفهم التفاعلات النفسية والعواطف لكن قصة القلب والإرادة والكلام ده ما لهمش فيه بالضبط كده سهينة بقى يدخل عشان كده بقول الحتة دي رائع على أنه يدخل الدور الإلهي بقى ما يفشل فيه الطب لا يفشل فيه الله وحالات كثيرة فشل فيها الطب لكن دخول الله إلى القلب والكيان ببساطة هي نفس الفكرة زي ما من يفعل خطية هو عبد الخطية الآية التانية الجميلة النفس الشبعانة تدوس العسن هل يمكن البحث عن شيء يشبع القلب الإجابة أيها هل هناك شيء غير الله يملأ القلب الإجابة لا لو فيه شيء يملأ القلب غير الله هعوزه مرة ومرات 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 وكل ما ياخد أكتر هذه في الآخر هكتشف الخواء اللي جال عنه سليمان اللي امتلك كل حاجة والأموال وخلافه لكن في الآخر جال باطل الأبطيل الكل باطل يعني هنا الخواء أنا شعرت بالخواء يا عمي ما انتخذ ما اتملاش جلبه وهو ده ما يتمليش بالطرب دي القلب الذي لا يملأه إلا الله ولا يشبع إلا به علاجه مش بس الإيمان والمسيح يدخل لكن الشبع والمسيح يملأه مشاهدين العزاء أهلا بيكم بنتكلم عن المال في حلقة النهاردة ربنا مش ضد المال أبدا ربنا مش ضد إن أنا أشتغل وإن أنا أدور وأتعب لأجل ولادي ربنا مش ضد أبدا إنه يبعاتلي فلوس كمان ويباركني بخيرات وبركات كتير قوي المال بركة بس الحقيقة في رسالة بوليس الرسول إلى تيموثاوس أصحاح 6 وعدد 10 بيقول بوليس الرسول أن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة الكتاب المؤدس لما بيقول لنا مش بيقول لنا المال أصل لكل الشرور لا المال مش أصل للشرور المال بركة حقيقية لحياتنا المال ربنا كمان بيستخدمه في حياتنا لبركة ناس كتير قوي لولا المال ما كانش فيه خدمات كتير قوي ينفع تتعامل للناس المسيح نفسه هو عايش على الأرض كان بيحتاج للمال وبيستخدم المال عشان كده المال نفسه عمره مكان شر بس ناخد بالنا من كلام الكتاب المؤدس كويس قوي ودي فرصة أقول لك مشاهدي العزيز وانت بتقرأ الكتاب المؤدس ركز في كل كلمة ما تاخدش الموضوع على بعضه الكتاب المؤدس لما بيتكلم قال محبة المال هي أصل لكل الشرور يبقى مش المال نفسه لكن محبته وأعتقد ده كلام طبيعي ومنطقي وواقعي لما حب المال وأفضل متعلق بالمال وكل تصرفاتي بتدور حوالين المال أكيد ممكن أعمل أي حاجة بسبب المال ممكن أعمل أي حاجة علشان أكون أغنى وأكون أفضل من الحوالية حتى لو الحاجة دي شر ليه؟ لأنه المال هو الهدف مش أي حاجة تاني عشان كده المسيح كمان لما تكلم عن الأسياد قال إنه فيه سيدين إما تخدم الله وإما إنك تخدم المال يا للدرجة دي فيه مقارنة كده أيوة لأنه المال سيد قاسي جدا سيد صعب جدا بيستعبد الناس بيخليه يعمل أي حاجة في سبيل الحصول على مال أكتر نتمنى النهاردة أن تكون حلقتنا في فرقة معاكم في موضوع المال انتظرونا في مواضيع جديدة مختلفة وحلقات تانية من برنامج زوائي ترجمة نانسي قنقر